انتخابات أخرى تجرى في ظل أزمات معقدة يعنشها العراق معظمها مرت عليها سنوات دون أن تجد حلولا من بينها أزمة النازحين الذين عصفت بهم كوارث عديدة تسببت بها العملية السياسية التي يراد منهم اليوم أن يساهموا في إعادة تدوير أحزابها عبر المشاركة في هذه الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل وكحال باقي شرائح الشعب العراقي لم يعد النازحون يعلقون أي أمل على الانتخابات لمعالجة مشكلاتهم أو في العودة إلى مناطقهم بعد سنين طويلة من المعاناة كما لا ينتظرون أن تحدث نتائجها تغييرا في مواقف السياسيين إزاء محنتهم على الرغم من الشعارات التي يطلقها هؤلاء الساسة واللافتات التي ملأت شوارع المخيمات المنهارة ومن بين مئات الآلاف من النازحين أعلنت مفوضية الانتخابات أن 120 ألف نازح فقط سيسمح لهم بالتصويت في الثامن من تشرين الأول المقبل أي قبل يومين من الاقتراع العام وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاي أن المفوضية افتتحت 309 محطات اقتراع خاصة بالنازحين تصريحات المفوضية لم تمنع العديد من النواب من التعبير عن مخاوفهم من استغلال مخيمات النزوح للتلاعب بالنتائج مشيرين إلى أن المشاركة في الانتخابات باتت آخر اهتمامات النازحين في ظل ما يعانونهم من شضف العيش وتدهور على الأصعدة كافة وبعد سنوات طويلة من المعاناة ونقص الخدمات والمزايدات السياسية يرى النازحون أن وعود الانتخابات الحالية لا تختلف عن وعود سابقاتها التي لم تغير من واقعهم المحزن في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة فيما يمنع أهالي العديد من المناطق من العودة إليها بأمر الميليشيات الانتخابات القادمة ستكون ثالث اقتراع يمر على النازحين وهم داخل خيامهم ومعاناتهم الممتدة لسبع سنوات مضت قضوها بين الوعود الكاذبة بانتشالهم من واقعهم الصعب إلى جانب قائمة طويلة من المطالب التي يشتركون بها مع باقي شرائح المجتمع العراقي لا يبدو أنها ستتحقق في ظل نظام سياسي ثبت فساده وفشله أمام الجميع